طيب دكتور خلينا في البداية نتكلم على موضوع التقطع الناس لطول وقت عادة أنا واحدة منهم زي ما عملتها كده دلوقتي بعض التقطع صابعي في ناس بالتقطع برقابتها ودي ممكن حداتك كنت بتكلم قبل الهواء قلت لنا إن دي الأخطر خلينا في البداية نعرف من حضركك إيه أصلا التقطع دي عبارة عن إيه وليه غلط أو ليه خطر أو إمتى بتكون غلط أو خطر طيب هو خلينا نحطهم ثلاث حاجات كده في موضوع التقطع أولا جاي عيان بيشتكي بيقول أنا بحس إن رقابتي بتقطع بابينج وهي جاي من بابينج يعني زي بوب كورن كده وحد تاني بيهو بيطقطع رقابتو والحاجة التالتة بقى إن راح لحد يطقطق له ظاهره ولا يطقطق له رقابت هم دول تلات حاجات تقطع اللي هو جاي بيقول أنا رقابتي بتقطع اللي جاي بيقول أنا رقابتي بتقطع ده في حاجات فيها مش مرضية خالص وما هيش مرض وما هيش مشكلة وما هيش حاجة تشكل أي أزم من أي نوع لأنها ببساطة أي مفصل مفصلة في جسمنا ما بين الفقرات ما بين صوابعنا في ركبنا أي أن كان هي جواها سائل والسائل ده لازج شوية علشان يسهل الحركة ويديها مرونة وليونة فالسائل ده جوا أكسجين وجوا نايترجين وجوا كاربون داكسايد كلها نوع من نوع الغازات ممكن تبقى عاملة زي فقاقية هوا صغيرة جداً مع حركة ولا حاجة تروح الفقاقية الهوا دي تفرقع فتروح عاملة صوت البابينج ده أو الطقطاء دي ده مش مرض ونطمنه ونقوله نفيه مش مشكلة طب ممكن يبقى فيه طقطاء نتيجة التهاب إن كل المفصلات دي مربوطة بعضلات والعضلات دي مسكة في المفصلات وفي العظم بأربطة لو فيه التهاب في الأربطة دي أو في العضلات دي وبقى مع حركة راحت متحركة من مكانها ده حيعمل طقطاء دي حدوطة بقى محتاجين أن نحن نبص عليها ومحتاجين نشوف إيه سبب الالتهاب ده ونديله أدوية مخصوص للالتهاب طب لو فيه نزلق غضروفي أو فيه مشكلة في خشونة في الفقرات أو إعوجاج في العمود الفقري هل ممكن نعمل كده؟ آه ممكن ده مرة تاني وده حاجة برضو لازم ندور عليها ونعالج سبب فده البندم اللي جاي بيقول أنا بطاقة لوحدة طب أنت ساعات تبقى حاسنك مش مرتاح صوابعك رقابتك تقوم تحركة حركة كده علشان خطر تريليز أو علشان البابلز دي تروح خارجة من مكانها فتقوم ترتاح شوية تروني هاش حركة عنيفة في صوابعك أو حاجة يعني ماشي أوكي نروح بقى الحد بيطاق لنا دهرين وراجة بلاش دي خطر دول انتشوه دول غلط خالو دول حاجة في منتهى الخطور بيعملوا ايه دول دول مرخصين دول ليهم شكل يعني من أشكال العمل الطبي بيشتغلوا بيه ولو ما مدربين أصلا هو أنا النهاردة لو أنا مسير أنا بعمل المساج أو أن أنا مدرب ما هو ده بيتقاطع شغلي مع حضرتك ما هو أنا ممكن أعمل حاجات ليه علاقة بشغل الدكتور مظبوط صحيح هو الراجل المسوس أو الراجل بتاع المساج أو اللي بيقدم خدمة المساجينج ده ده حاجة والناس بتوع العلاج الطبيعي حاجة صحيح والثالث بقى اللي ذكرته في بداية كلامك اللي هو حيطأطأ ويشد الفقرات ويتعامل بكثير من العنق يطلق عليهم الكايرو براكتك دلوقتي يعني ده اللفظ الطبي الشيك شوية بس دولة يعني لا التالت بلاش يعني المساجينج لطيف حاجة ريلاكسينج وكويسة الناس بتوع العلاج الطبيعي ودكاتر العلاج الطبيعي دول طبعا مفيدين جدا 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 وما قدرش عيش من غيرهم دول الأفضل طبعا وطبعا الأفضل لكن شد الفقرات تقطأت الفقرات بعنف لو هو حقيقي فهو في منتهى الخطورة لأنه هو فقرات الرقبة مثلا دي فقرات ماشي جواها النخاع الشوكي الكابل الرئيسي اللي خارج من مخ رايح لباقية الجسم علشان خطر يديروا كل أوامر الحركة اشتركوا في القناة